عزيز عليك المسمن يكون كبير مورق محمر شهوه منه ويكون بحشوه لديدة فجبتلك الاد المسمن ممكن تحضري بطريقة جد جد سهلة مبسطة هاد المسمن غينفاكم بزاف 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 مع الشربات مع الحريرة بالأخوص الأخوات التي تلحمقوا على المالح فجبتلكم بحشوه لديدة ما تشبعوش منها على هذا الطريق الذي يأتي في هاد المسمن راه شي حاجة واعرة المكونات اللي اعطيكم اربعة كبارين اللي بغى غير جوجي دير نص المكونات اللي بغى كمية أكتر طبيعة الحال يضاعف مكونات وضعت نص كيلو ديال دقيق مايوعد الجوز ليف مملوئين جيدا كس ديال الفينو مايوعدل 110 جرام معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات كس ديال الماكن دافي كانوضاع فيه معلقة ديال لاسل ثلاثة دلمعالقة صغيرة ديال الخل وثلاثة دلمعالقة صغيرة ديال الزيت الزيت يا اما نباتي او زيت الزيت اللي كان متوفر ثلاثة داك الكس اللي بقات فيه داك العسل كان عاود نملأ عليه بالماء وهكا نبقى نضيف نضيف الماء تدريجيا حتى كنت تجمع ليه العجينة لما شوية دافي حتى شلجوا بارد اي داك اللي جاوس خون عجنوب الماء مباشرة من الصنبور كنت جمعوا العجينة ديالنا وحنا نضيف الماء تدريجيا هذا هو قوام العجينة ماشي كتكون عجينة قاسحة وماشي خفيفة كتكون قصح من العجينة ديال المسمن العادية شوية دهنت العجينة بالزيت غطيتها وخليتها ترتاح خديت ميقلت وضعت فيها معلقة زبدة وشوية ديال الزيت وضعت الفلفل سواء كان عندكم الاحمر او الاخضر على حساب المتوفر عندكم او لما كتبغيوش الفلفلة ضيفت البادينجال مقطع مربعات صغيرين ضيفت اللحم المفروم تقدروا تديرو الجاج او الكفتة ديال لادان اللي بغيتو يعني بالنسبة اللوحم كتبقى على حساب متوفر على حساب الرغبة ديالكم رشيشة ديال الملحة صدقوني البادينجال كي يجيل ديد بزاف بزاف في الحشوات غير جربوه ضيفت الشعرية الصينية هنا سلقت واحد الكمية استقطرتها من الماء وضيفتها ضيفت صبور ومعزنوز زعتر او اي اعشاب مونسي منتو ما كتبغيوش فلفل احمر معلقة صغيرة مملوئة الابزار توم بودرة او لا تقدروا تكتفي وغير بالتوم طريق توم طريق يعطي طبيعات الحال طعم الاد وكيجي باين الحار اللي كيبقى على حساب الدوق ديالكم والسو الصوجة اللي كتبقى على حساب المتوفر فكنخلطوا الكل جيدا وهادي هي الحشوة ديالنا في الاخير كنضيف ليها الجوج متلتة الجبن او لا شرائح الجبن صدقوني هاد الجبن متلت او جبن الصندويش كيعطي واحد تالي كان الحشوة ديالنا خاطيرة وصفي كنخلط الكل وانطفي النار كنخليو الحشوة ديالنا الي جانا بتبرد وهنا غادي نجيبو العجينة اللي كتكون رتاحة من الوقيت اللي كنت كنحضر الحشوة العجينة كترتاح نقسمو العجين ديالنا الكويرات كل مسمنا غادي غا تحتاج لنا جوج كويرات صافي نقسمو العجينة ديالنا انا غادي نقسمي على تسعود حيث غادي كانوا غي يجيوني كبارين على المقلة لهذا واحد الكويرات جتلي زايدة غير باش غا نديرها مسمنة نقصتها من العجين قدروا تصغروا يديكم شوية وديروا عشرة ديال الكوارات بش يجيكم جوج 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 فقال لكم شو وحدة بوحدتها أنا هذيك الوحدة غن ديرها مسمن وصافية عندي هنا يا زيت وعندي زبدة مدوبة زبدة المارغارين العادية لنوعية زبدة عندكم كنخليوا الكوارات ديالنا حتى كيرتاحوا مزيان عاد كندوز ونطلقوهم هذ المرحلة خصهم يرتاحوا بش يعطيكم طعف الطليق شوفوا ليجينا ما شاء الله هزوينا كدشي ودك لإضافة ديال الزيت والخلر كيعطيوها هاشاشا وكيعطيوها لده هنا من بعد ما كنتلقو الكوارة الأولى اللي كتكون رتاحة كنرش بالنشا نشا ديال الضراء أولى الميزينة إذا ما كنتوفرواش على النشا تقدروا تستغنوا عليها دائما كنعطيكم البدائل والبدائل اللي كنعطيكم أولى الحاجة اللي ما تقدرواش تديروه مرا عندي مجربة إذا هنت بدهين ديال الزبدة كنجيب واحد الإيطار أولا تديرو الحشوة عينكم يزانكم أنا ربش الإيطار كيدبط لي القياسات ديال الحشوة من بعد دفت نص حبة ديال الجبن إذا عندكم جبن موزاريلا أو الأحمر تقدروا تديروه أنا درت غير هذا الفرماج المثلت العادي وكنجيب واحد السكين أو واحد الجرارة وكنقسمها كألة ثمينية كنقسموه الجوانب بهذا الشب كيف ما وضحت في الفيديو ومن بعد كنقوم جمعوه هاد الأطراف بهذا الشكل القطعه أو الجيهة اللي كنجمع كنحاولوها كنجبدوها شوية مزيان باش هكاكت ما كنجيش غليضا موحد الجيهة بهذا الشكل كنجمعوه وكنجبدوه مزيان الأطراف من بعد كنقدها مزيان هكذا على سطح العامل خليوها على جانب نجيبو كوير أخرى طلقوا هكي فما طلقنا الأولى دائما نطلقوا غير بسيت لأن الزبدة المارغارين كتقصحها على سطح العامل إذا طلقنا بها العجينة غتتقطع عليكم كنطلق الكويرا مزيان كننرش بنشاون دهان بالزبدة دائما ركزوه على الجوانب كنجيب المثمنة اللي جمعت الأولى وكنوضعها على الوجه ديالها رحتو معايا يعني اللي كان الوجه هو اللي حطيناه هنا الأسفل باش يجيو داك الطبقات التاحت وهات الطبقات اللي غنجمعوه دابه هما اللي يكونوا الفوق باش يجينا قد الفوق قد التاحت وما تخرج لكم مش لحوشوه تمنى شاء الله شرح يكون واضح لاحظوا معايا كنجمعوه الأطراف بنفس الكيفية كنقسموه على الأربعة وكنبدو نجمعوه الأطراف باش كتجينا المثمنة مجموعة مزيان مزيان وملمطة بهات الشكل كنوصل حتى الجوانب كنقرب لكم باش توضح لكم شوفوا معايا مي كان نجمع كنحاول نجبدك الأطراف حتى الجوانب بهات الشكل ودائما كندهنوها كبد هنا ديال الزبدة وكنرشوشي بالنشغير كندهنوها كشوية بالزبدة صافيك نجمعوه الأطراف مزيان بهات الشكل بهات الشكل حتى كنلمطوها مزيان مزيان حطوها على جانب خليوها ترتاحها نجيبو كوير أخرى نتلقوها مزيان على سطح العمل بالزيد ندهنو بزبدة ورشو بالنشغير نعملو القياس ديال الحشوة ديالنا بهات الشكل نعملو عليها شوية ديال أي جبنة عندنا جبنة متلات أو المربع ومن بعد كنقسمو الأطراف كنجمعوهن بهات الشكل كنجمعوه بسهولة وما كنطالب شي مننا مجهود كنجمعو الأطراف كنخليوها على جانب نجيبو كوير أخرى تلقوها مزيان على سطح العمل دائما ندهنو بزبدة رشو بالنشا حطو المسمنا ديالنا مقلوبة بهات الشكل بحيث يجيونا طبقة اللي لفوق طبقة اللي لتاحة في التوريقات دائما هكا عاو تاني نجمعو الأطراف ونجبدوهم مزيان بحل كنلمتو بش كتجينا هكا معوضة ومورقة صافي كنن نكمل الملويات ديالي أو المثمنة ديالي كلهم ندهنهم بشوية زيت نغطيهم بالبلاستيك نخليهم يرتاحوا يرتاحوا المدة الكافية بش هكا يتسرحوا النام زيان في الجو البارد طبيعة الحل الراحة ديال العجيم كتستغرق واحد شوية مش بحل ميكيكو الجو سخون كنطلقو المسمنا ديالنا ودائما ركزو على الواسطة وعلى الجوانب من بعد كنصخنو المقلين دهنوها بشوية زيت وكنحطو المسمنا ديالنا هرتشت شوية طياب كنقلبوها او تاني هرت شوية ونقلبو يعني ما كنخليها شي طاول طياب على واحد جياب كيجي مورق انا كالاخرى اللي كتطيب كنقلبوها ونقلبوها وفي نفس الوقت كنطلقو حيد اخرى تقدروا تطلقوهم كاملين وعد تبدو تطيبو سافي كنبدو هكا اللي الطيب نحيدها نجيب اخرى نطلقها بهات الشكل نحطها في الميقلات هي كتطيبو انا كنقلبها ونعاود نقلبها باش تاخد لي واحد حميرة ويجيو هكذا مقار مشين وماشاء الله كينتفخوا في الطيب دائما هما كيطيبو انتو وما كتقلبو تعودوا تقلبو باش كيشدليكم الحمورية وهما كيتقلبو باش ما كيشدوش طيب على واحد جيها ويقساحو ومنين تقلبو هما يعودوش يتحمرو سافي كنبقى اللي نطلقها نطيبها اللي نطلقها نطيبها حتى كنكملو الكمية كلها ونفس الطريقة اذا درتوهم صغارين غتتبعو يعني تقدروا تديرو كويرة صغارين وديرو نفس الطريقة سافي هادي هي كانت اخر وحيدا طيب رائحة ما شاء الله اللي كيتلقوا في الطيابة رامن كلكم شيء كيكونوا هادو المسمنة دينا مشاء الله كبارين هماويين شباعين اااا ديروهم تاكلو منهم وتحتفظو منهم كيبقى وغزالين بسبب الاخوة هكذا اللي ديرو هاد القدر ومايقضوش هكا يكلوهم كلهم في ذاك الوقت غير حطوهم في المجميد ومنين تبغي وتاكلوهم غير ساخنوهم في المقلة مزيان بشك يدخلهم هاكا السخانة وسافي حطوهم انا راه هادو كنت ارتدرتهم واحتفظنا بيهم فوق متا نبغي نجبد يعني كليت في ذاك الأثناء واللي بقى حطيته في المجمد كل مرة كنجبد غير ملوية وكناكلو منها ما شاء الله كيبقاو غزالين بحلعة طيبتوهم وعدت قدروا زعمال لما بويتش تحمروهم بزاف تقدروا متحمروهم بزاف أنا راح حمرتهم باش نتشوفوا انتو مشكل ديالهم شوفوا ما شاء الله هكا كنا نفرقهم شي شوية بشكيبان ذاك التوريقات ديالهم كيجيو خاوين من داخل ودك التوريقات كيجيو مورقين مورقين وولدادين الحشوة بنينة 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 كتر ما كتتطورو وانا درت يعني واحد للقدر ديال الحشوة اللي كيجيو هكا كيبانهم ملويات عاديين ولكن هما دك الحشوة ممزعة فيهم كتحمق نتمنى تجربوهم راح كي يحمقوا في هاد الوقت هذا نعملوهم نتمنى تجربوهم صحاب الرحام صباق راح